بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي البحارة المغاربة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينعقد اليوم سبت 16 أكتوبر 2019 بمدينة الضربدة لقاء تواصلي مع مجموعة من البحارة المغاربة وقد أسفر هذا اللقاء على مجموعة من التوصيات والمستنتجات أود أن أشاركها معكم فلا يخفى عليكم أن قطاع البحر بالمغرب يعاني من مشاكل عديدة وبدءا من تجربتي الخاصة فأنا ملازم أعالي بحار اشتغلت علامة البواخر كوماناف ثم بعد ذلك علامة البواخر كوماناف فيري ونتيجة لإفلاس شركات الملاحة بالمغرب أتوفر على حكم نهائي لم ينفذ بعد السؤال المطروح ما هو مآل الأحكام النهائية لجل البحارة المغاربة ونداء موجه لكل البحارة بصفة عامة سواء كنتم ضبال فندقيين أو بحارة فوجبت وحيد الصفوف للتعريف بقضيتنا أدعو من هذا المنظر الجميع للمشاركة في حملة ما هو مآل الأحكام نهائية للبحارة المغاربة فكل من لديه غير على مغربنا الحبيب وكل من لديه غير على القطاع البحري المغربي الذي يمتد على طول 3411 كم بدءاً من السعيدية ومروراً بطنجة حتى القويرة فيجب عليه التعريف بقضيتنا وأدعو من هذا المنظر جميع شرائح المجتمع المغربي من جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية وشركات خصوصية والمؤسسات العمومية إلى التعريف بقضيتنا في الختام هذه تحية بحرية من أخوكم محمد عدن الأزين من قلب الضار البيضاء إلى جل البحار الملكوبين في جل ربع المملكة ومن ثم إلى كل البحارة على مثل البواخر سواء في المياه الإقليمية أو الدولية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته